السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله سأشاركهم طريقة رسم الحروف بالنسبة للسنة الأولى ابتدائي في السنة الأولى ابتدائي التلميذ لا يكتب الحروف وإنما يرسمها عن طريق الخطوط التي درسها في الفترة التمهيدية عندنا أول حرف حرف الميم حرف الميم سيكتبه عن طريق خطوط المائلة والخطوط الأفقية سيستعمل الخط المائل والأفقي أولا سيرسم خطا مائلا هذا الخط المائل يسعد بواحد حرف الميم نعرف أنه يسعد بواحد ثم خط أفقي هكذا يشبه حرف الدال ثم خطا مائل يغلق به حرف الميم هذا هو حرف الميم في أول كلمة في أول كلمة حرف الميم يملك يدا واحدة يمسك بها الحرف الذي يليه هذا حرف الميم في أول كلمة حرف الميم وسط كلمة لديه يدان نقول أنه لديه يدان لأنه يمسك الحرف الذي قبله والحرف الذي بعده لدينا خط أفقي يمثل اليد الأولى للحرف خط مائل كالعادة حرف الميم خط مائل ثم أفقي ثم مائل آخر ويده الثانية هذا حرف الميم في وسط الكلمة يرسمه عن طريق الحروف حرف الميم في آخر الكلمة لديه رسمان رسم يرسمه التلمين بيد واحدة أو بدون يد إذا كان الحرف الذي قبله قد مد يده له مثلا حرف الذي قبله مد يده فإن حرف الميم سيمد يده أيضا في آخر الكلمة سأرسمه عن طريق خط مائل أفقي ثم مائل أيضا وحرف الميم في آخر الكلمة ينزل بخطين واحد اثنان هذا الخطين أرسم خطا عمودي في آخر الكلمة أرسم للميم خط عمودي ولديه يد واحدة إذا كان الحرف الذي قبله قد مد يده له حرف الميم أيضا في آخر الكلمة نستطيع كتابته بدون يد إذا كان الحرف الذي قبله لم يمد له يده فإن حرف الميم سيرسم بدون يد هكذا في آخر الكلمة سأرسمه من هذه الجهة مائل أفقي ثم مائل ثاني وأنزله بإثنان هكذا بدون يد لأن الحرف الذي قبله لم يمد له يده الحرف الثاني الذي سنرى هو حرف الباء حرف الباء يرسم عن طريق خط عمودي وخط أفقي وتحته نقطة هذه النقطة تمثل كرسي الباء هذه النقطة أساسية في حرف الباء لا يجب نسيانها لدينا حرف الباء في أول كلمة خط عمودي ثم خط أفقي وتحته أرسم له هذه النقطة هذه النقطة تمثل كرسي للباء لا يمكنه الاستغناء عنها في أول كلمة حرف الباء يمد يده عندنا حرف الباء في وسط الكلمة يمد يده الاثنتين للحرف الذي قبله والحرف الذي بعده هدينا خط أفقي في وسط الكلمة عنده يدان خط الأفقي يمتل يد الأولى لحرف الباء خط عمودي ثم خط أفقي تاني يمتل يد الثانية ولا أنسى كما قلنا النقطة النقطة أساسية في حرف الباء وترسم مباشرة النقطة تحت الخط العمودي يعني هنا تحت الخط العمودي وهنا تحت الخط العمودي الباء في آخر كلمة مثل حرف الميم إذا كان الحرف الذي قبلها قد مد لها يده فإنها تمد يدها هكذا في آخر الكلمة خط أفقي يمتل اليد ثم عمودي ثم خط أفقي وخط منحني قليلا في الأخير وأضع النقطة هنا في الوسط هذا حرف الباء في آخر كلمة يرسم بيد واحدة إذا كان الحرف الذي قبله قد مد يده له حرف الباء بدون يد في الأخير يرسم هكذا عمودي أفقي ثم عمودي هنا في الأخير وأرسم له هذه النقطة حرف الباء يصعد بخط واحد هنا خط العمودي لحرف الباء أقوم بإيمالته قليلا فقط يعني لا يكون عمودي تماما ولكن يكون منحني قليلا